بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين قلنا في فيديوهات سابقة أن الأساس في إزالة السحر والأساس في إزالة الأرواح الشريرة والأساس في إزالة الطاقة السلبية هو الإيمان بالله واللجوء إلى الله وأخبرنا الله في الكتب السماوية أن الإيمان به وتنفيذ أوامر الله يجلب ويحقق الراحة الروحية ويحقق الراحة النفسية لأن المؤازرة العظيمة تكون من خالق الخلق وقلنا أن الله وضع في الأرض أشياء تساعدنا على أن نكون بخير أعطانا أخبرنا الله الطعام المفيد أعطانا الزهور المفيدة أعطانا الأعشاب وأعطانا بذور النباتات وأعطانا كل شيء جميل مفيد هناك أعشاب استخدمت منذ ألوف السنين لإلهام الأرواح وتهدئة الأعصاب وأطفاء السعادة والفرح على القلوب والصدور هناك أعشاب تجلب الحب وتجلب السعادة وتجلب الخير هناك أعشاب تساعد في جلب المال وتحفز الإنسان على الإبداع على النجاح عندما نشم رائحة وردة نقول يا الله واو إنها رائحتها جميلة جدا نرتاح نشعر بالفرح نشعر بالغبطة نشعر بالراحة النفسية العظيمة هناك أعشاب استخدمت وما زالت في العالم في طقوس الأعشاب واستخدمت كتعاويذ عند غير أهل الكتاب بعض الأعشاب والزهور تستخدم كبخور وبعضها يستخدم شربا وبعضها يستخدم دهنا للجسم وبعضها يتم شمه مباشرة مثل اللافندر فما هي الأعشاب وما هي الزهور التي تجمع القلوب تعيد الحب للبيت تعيد الحب لحياتنا تعيد السعادة للمكان الذي نحن فيه هناك أعشاب هناك أعشاب يستخدمها علماء الأرواح والمشتغلين بالروحانيات لجعل الحب يستمر بين الزوج والزوجة بين الأبناء والبنات والوالدين في البيت في مكان الحمل من هذه الأعشاب الغافث الغافث عشب منظف ومهدئ للعاطفة الغافث منظف العواطف يهدئ اضطرابات العواطف يهدئ ثرثرة العقل وخصوصا عنده محاولة النوم يجعل الإنسان ينام مرتاح الغافث مفيد جدا عشبة الغافث مفيدة للناس الحساسين للغاية إذا أنت كنت حساس جدا أو كنت أخي الكريم حساس جدا وفورا تتأثر فورا عندك ردود أفعال عظيمة جدا المكان ليس من المستحسن أن تظهرها بسرعة بهذه الطريقة الغافث يضبط لك هذه الاضطرابات العاطفية أيضا يزيل المخاوف الداخلية وخصوصا عندما يتم إقرانه مع عشبة إبرة الراعي فيحقق ويعزز الشفاء ويساعد في الحماية السحرية من الأرواح الشريرة التي تجعلك تثرثر وتجعلك لا تنام وتجعل عواضفك مضطربة يوقف يوقف ثرثرة العقل عند النوم العشبة الثانية موجودة في بيوتنا كلنا عشبة ترتبط بالحب الرومانسي اليانسون منذ فجر التاريخ منذ فجر التاريخ يستخدم اليانسون لتحفيز الأحلام الجميلة يوفر الحماية والتنقية للأرواح بعد الله يوضع داخل الوسائد داخل المخدة تفتح المخدة وتحق فيه يانسون حق لك الرومانسية العظيمة جدا قل حب رائحته الحلوة هذه الجميلة اليانسون تجعلك تحلم أحلام جميلة فإذا كنت عندك كوابيس ما في حب عندك بالبيت الحب مزعزع الحب يدخله تدخل الأرواح الشريرة فبعد ذكر الله يولجه إلى الله نستخدم اليانسون النبتة الثالثة هي حشيشة الملاك حشيشة الملاك تعيد الصحة تستخدم كعشب للاستحمام يجلب طاقة من الإشراق والفرح نستحم فيها حشيشة الملاك تحمم فيها حشيشة الملاك تقدم حماية عظيمة قوية من الطاقة السلبية تنظف العالة عند الإنسان تجلب الطاقة الإيجابية تجلب البصيرة والإلهام يرتبط هذا العشب بالنار والآلهة القديمة التي كان يعبدها الإنسان يعتقدوا بأن حشيشة الملاك تطيل العمر بإذن الله يعتقدوا هؤلاء الرحانيين العظماء بأن حشيشة الملاك عشبة واقية تعمل على تهدئة الأعصاب وتقلل التوتر مما يتركنا في بهجة وفرح وموجود منها كابسولات توفر عندنا اللي يبغى هناك أيضا الريحان الحبق الباتشولي الحبق الأسترالي المجلجل في منه عندنا زيت في منه ورق الحبق الحبق الباتشولي والريحان والآس يرتبط بالحب بالخصوبة بالرومانسية بالتروة بإزالة باكتساح الخوف من المجهول الناس اللي بيخافوا من المجهول فيه ناس بيخافوا من المستقبل فيه ناس بيخافوا من المجهول أفضل شيء إلك الريحان الريحان استخدمت الجيوش القديمة وضعوه تيجان فوق رؤوسهم لأنه بيلهم الشجاعة بيلهم القوة للريحان الآس الحبق الباتشولي الباتشولي الحبق الأسترالي عشب واقي بعنصر النار يستخدمون العرافين العرافات يستخدمون المشتغلين بعلم الأرواح في جلب البركة للبيت للأزواج إلى الآن يستخدم عند العلماء الأرواح في كل دول العالم الريحان الحبق الباتشولي الآس يستخدم لجلب البركة للزوجين رائع جدا لسحر المال والنجاح الملهم ومنذ أوروبا القديمة كانوا يضعون غصن الريحان كعلامة على الإخلاص والحب على الوفاء على تلاقي قلبي الزوجين النفت النفت اللي بعدها عبارة عن زهرة ملطخة بالأزرق اسمها عشبة أو زهرة لسان الثور لسان لسان الثور تعني بسموها البوريج لسان الثور بسموها البوريج مشتق من كلمة تعني الشجعة تعني قهر الخوف الداخلي لسان الثور يجلب الفرح حتى أثناء المشقة حتى لو كنت تعيش بحياتك تعبان روحك تعبان مرهق مدعب الحالم كله ضدك كل شي حواليك ضدك تعاني من المشقة لسان الثور يشعل الفرح في قلبك لسان الثور اسمه بوريج كلمة بوريج مستق من الشجعة من الاقدام من التغلب على المعاناة والفوز عليها عندنا أيضا في بيوتنا شيء نحن بالدول العربية لا نهتم له كثيرا اسمه القرفة القرفة له خصائص منشطة قوية تساعد تساعد الناس الذين يريد تقوية الفكر قوي الفكر القرفة القرفة تساعد في الوضوح العقل في تركيز العقل في تعزيز التواصل في إيجاد روابط الحب تعتبر القرفة أيضا عشبة الرخاء لها تاريخ القرفة لها تاريخ طويل من بين ملايين الأعشاب تجذب الثروة تجعل الشعور الإنسان يشعر بالوفرة تجعل ويشعر بالخير حتى بالتار تعتبر بطاقة بطاقة القرفة بطاقة متوافقة للعاشق في التار واستخدمت في السحر الذي يركز على الحب والعشق وما زالت تستخدم إلى الآن إلى الآن البخور الذي أستورده من أفريقيا لفك السحر البخور الذي أستورده من العلماء الروحانيين بأفريقيا لفك السحر دائما أجد به قرفة ولما أسألهم لك ليش يا أبو شعيب يا عالم يا فلان ليش بتحطوا القرفة على الغل هذا ضروري جدا ضروري يا أبو عبد العزيز ضروري جدا جدا هذا القرفة هذا الرخاء بيجلب الطاقة الإيجابية للتروة الحب وضوح الحقل أيضا القرفة منشط ابن قنية منشط أبو عوض ومحوض هناك عشبة أيضا تستخدم لجلب الحب للبيت للزوجين لحياتنا الدميانة الدميانة تستخدم تقليديا في السحر الحب ومنذ ألوف السنين الدميانة تستخدم في سحر الحب لما زوج يصير يهرب وصير يضعف وصير يلف تون هون معادي بيعطيه الساحر أو الساحرة بيعطيه الدميانة تعطيها قوليلي خليه يشرب منها حطيلي إياها بالأكل بالشراب خليه يشرب ها خليه يوكلها ليش بترجعوا للبيت خليه يرجع فارس الفرسان الدميانة بترتبط بعنصر النار ناري خليه يولوع له تاريخ عظيم جدا في الحب في تعزيز الأحلام وفي جلب القوة للرقال عندنا بذور موجودة ببيتنا نحن الحرب منعرف قوتي وجبروت ليس فقط في العلاج وفي التجميل بل في أشياء أخرى روحانية هي بذور الشومر أو الشمر بذور الشومر أو الشمر بقدرة الله بعد الله الطاقة التي بها تحمي المنزل والأسرة والخصوبة وترتبط بالقدرة على مواجهة الخطر والشدائد يتم يقوم الروحانيين بأفريقيا بأوروبا بتبخيرها في منتصف الليل يأخذوا بذور الشمر أو الشومر بالمغربي زريعة البسباس بيأخذوها وبيبخروها بمنتصف الليل زائد بيأخذوا منها وبيأخذوا الشومر الشمر وبيأخذوا منه حبة بيأخذوها على الجدران حقيقة بذور الشمر بذور إيجابية جدا وأنا أحبها جدا يكفيها فخرا يكفي بذور الشمر فخرا أو الشمر أو زريعة البسباس يعني بتثبط هرمونات الحريف زائد رائحتها جميلة جدا زائد طعمها لذيذ توضع على الخبس توضع على الكيك توضع على المعجنات تجلب الخير هذه بذور الشمر بذور بذور البركة بذور الخير بذور التشافي بإذن الله هذا هو البسباس أو الشومر أو الشمر هذا هذا الشومر أو الشمر بيأخذو بالروحانيين بأفريقيا بأوروبا حتى الآن بيأخذوه ويعلقوه منتصف الليل على الجدران ويتركوه يعلقوه منتصف الليل بالبيت يعلقوه بالبيت زائد بيبخروا منه منتصف الليل ويتركوه بالبيت الساعة هذه منتصف الليل يعتقدون بأنها ساعة رائعة جدا لتبخير بذور الشمر في البيت طبعا هذا هو البسباس بالمغرب البسباس أو عندنا اسمه الشمر أو الشومر أو الشومر هاي أوراقه هذا يعلق على الجدران العشبة العشبة اللي بعدها هي اللافندر اللافندر أحد أعظم وأقدم الزهور والأحشاب التي استخدمت في علم الأرواح زيت الاستقرار العشبة الاستقرار تجلب الهدوء تجلب الشفاء تجلب التنقية حتى كان يرمز لها بالثعبان ليش؟ من شدة قوتها في تحقيق الاستقرار وأحلال السلام الداخلي والأمن في البيت وبين الزوجين تستخدم في طقوس النعمة والحب وتثير الاهتجاز الطقوس بوازن اللافندر يوازن العقل عندما يتعطل هذا هو اللافندر الملكي طبعا يوجد منه أنواع كثيرة وهذا أحد أعرق وأقوى الأنواع وهو اللافندر الأزرق الملكي المغربي الأطلسي هذا الأصلي رائحته فواحة وحطرية تجلب السلام الداخلي ويستخرج منه زيت اللافندر الروحاني هذا أحد أقوى لزيوت اكتساح السحر والطاقة السلبية حظيم جدا هذا زيت حلافندر يجلب الهدوء للعاقل يجلب الحرية من الضيق العاطفي بعيد توازن الحب بين الزوج والزوجة ضروري ضروري جدا تبخري بالبيت باستمرار ممتاز جدا لك ولي رجلك تجعل الحب ميززعزع إن شاء الله يطرد الأرواح الشريرة بالزربة بسرعة بسرعة بحق التوازن للعقل يجلب السلام للعقل للبيت للزوجين وقلوا طاقته اهتزازية تلاحق الأشرار تلاحق اللي عيونهم ما بتصلي على النبي وتكسر عواطفهم الشريرة هذا اللي في الدر النبتة اللي بعدها حشيشة الليمون تحطي تأثير قوي تأملي بتشيل العصبية في العضلات تجلب الهدوء للزوجين عندنا أيضا النعناع وعندنا زيت النعناع الروحاني يتوفر عندنا مثل هذا زيت النعناع الروحاني مجلجل بتشمي أنت وزوجك بتحطيها على وسادة بتحطيها على الفراش بحق الطاقة الإيجابية بيجلب النجاح الحماية يعيد العقل إلى الينابيع إلى المياه إلى البحر إلى الطبيعة إلى الراحة النفسية العظيمة جدا إلى النوم بيجلب المتعة بيجلب النجاح والحماية النعناع يحفز الرقولة وله تأثير مهدأ خصوصا أنه مرتبط بالشعور بالبرودة والهدوء للروح عشب ذو رؤية النعناع عشب ذو رؤية عشب تطهير بيثير الحب إلى أبعد ما يكون زاعد أنه متوفر النعناع بكل مكان عندنا الرزماري أو أكليل هالجبل يقوي ذاكرة يستخدم للحماية للتنقية يعزز الطاقة يطرد التأثيرات السلبية إذا كان عندك تنكس بحياتك إذا زوجك مش مصلي على النبي حطي بالوسادة الرزماري مع الخزامة مع بذور الشمر مع المريمية مع النعناع مع اللافندر حطيهم بالوسادة الداخل السادة اللي بتناموا عليها الرزماري يقوي ذاكرة جدا الرزماري أحد أقوى النباتات على كوكب الأرض هو واللبان للذكاء الروزماري حصل بال اسمه واللبان هذول ما في بالدنيا بعدهم أقوى منهم بالذكاء ولدالك دايما أنا أقول للحريم أقول لرجال حطوا مع الشاي لما تغلوا الشاي وتخلصوا لما تساووا الشاي وتنزلوا على النار حطوا شوية رزماري وخليها العيال يشرب الولد مخه كده يصير ذاك هاللبنية خصوصا أيام لامتحانات حطوهم بعدما تستعمل الشاي الأتاي وتنزلوا عن النار مباشرة خذ شوية رزماري شوية ملعقة كبيرة خسليها وحطيها بالبريك كل يوم كل يوم حتى تموت يوقت الذكاء بالعقل هو اللبان ابن الجن الرزماري لمواجهة الخصوم الرزماري يرتبط باليخضى العقلية يرتبط بوضوح الفكر الرزماري يطرد السموم من الجسم والمرض ولذلك بيعطوه للي عندهم نقروس للي عندهم مفاصل تسممات بالجسم للي ماك السحر مأكول ضروري جدا عندنا أيضا المريمية المريمية عش بالتطهير والحكمة الله الله سميت المريمية نحن بالدول العربية نسميها ميرامية وهذا خطأ اسمها المريمية اسمها ليس ميرامية اسمها المريمية ويقال بأن أول سيدة في الكون استخدمتها مشهورة استخدمتها هي أمنا مريم العذراء عليها السلام أمنا السيدة العظيمة أمنا مريم العذراء أم سيدنا المسيح أبونا المسيح عليها السلام عليها السلام أتمنى أن أرى أمنا العذراء مريم العذراء والله إني أتمنى أن أرى أمنا مريم العذراء أتمنى أن أرى أبونا السيد المسيح أتمنى أن أرى سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أتمنى أن أرى نبينا موسى عليه السلام أتمنى أن أرى كل الأنبياء والرسل أتمنى أن أرى كل الصالحين والصالحات المريمية عشبة أمنا المريم العذراء عشبة التطهير عشبة الحكمة المريمية تعزز الصفاء الذهن والروح تعزز الشفاء وتزيل الطاقة السلبية وهي أحد أقوى النباتات في بخور سحر الأرحام الله الله وهي أقوى أحد أقوى النباتات على الإطلاق لإزال سحر الأرحام وهي جزء رئيسي في بخورات فق سحر الأرحام أي بخور بستوردوا من أفريقيا لفق سحر الأرحام ببيعهم متاجر إيه متاجرنا إجباري فيه مريمية إجباري بسألهم بسألهم بقولهم ليش بتحطوني مريمية بقولوا المريمية هذا أهم شيء بالبخور هي وصرينة الجدي وهي زهرة العسل وصرينة الجدي كلهم هذول مهمات جدا في سحر الفق سحر الأرحام عندنا رعي الحمام للويزا المليسة واستخدمت منذ ألوف ألوف السنين بالسحر المليسة أو للويزا أو رعي الحمام هذول هذول عشبة ذات رؤية بتخليك تشوف تعزز الحلم تعزز الإلهام تخلق شعور بالشفاء والسلام مهدع عاطفي ونقي الأرواح بقولوا علماء الأرواح هذول الأفارق العظماء والأوروبيين والأمريكيين الأصليين بقولوا خذوا المليسة للويزا والمريمية وبخورات هذه اللي نتكلم عنها بقولوا هذه بخروها حوالي البيت رشوها أيضا حوالي البيت استخدمت في أماكن العبادة منذ ألوف السنين واستخدمها القديس يوحنى مع الخوزانة يلا أبو رعب بقى مشي باش نجي بقى مشي باش نجي هذه هي نباتات الحب نباتات السلام اللي بتحقق السلام والحب للزوجين بالأسرة أبو عزيز العشاب طالب فيه علم العشاب والزيوت الطبية وعلم الأرواح الشرعي شكرا مياقسيا